السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد والنهاردة إن شاء الله هنبص بصة على مايكروسوفت ديزاينر الشكل الجديد الخاص بمايكروسوفت ديزاينر اللي حابب إنه هو يشوف الفيديو بتاعي شرحت فيه مايكروسوفت ديزاينر من قبل بالتفصيل على قناة انفو تكفر يمكن يروح للقناتنا الأساسية وإن شاء الله حيلاقي الشرح بتاعة لكن أنا النهاردة بصراحة هشرح لك يعني لو أنت يعني لو أنت مش لازم تشوف الفيديو اللي على القناة الأساسية لو مش حابب يعني تخش في تفاصيل كتير ولكن أنا النهاردة هشرح لك يعني ديزاينر بشكله الجديد وفيه شوية حاجات بصراحة عجبتني جدا على الموقع تعالوا كده نبص عليه بصة سريعة أول ما هتخش على ديزاينر من مايكروسوفت هتلاقي أول حاجة Create your own images with promised templates وده بصراحة الجزء اللي خلاني أطلع أتكلم من الأساس على ديزاينر التيمبلت اللي هو حاطتها الخاصة بالأوامر هتشوف دلوقتي ممكن تعملك إيه وتطلع لك نتائج عاملة إزاي هو هنا عطيك شوية يعني examples أو templates تساعدك تعالوا كده نبص بصة مثلا على حاجة زي كده بسيطة يعني هنا أول ما هتدوس عليها هيبتدي إنه هو يديك template بسيط قوي احنا هنشوف من أول template البسيط لحد template المعقد هنا بيقولك مثلا تحب تكتب إيه؟ أنا مثلا هنا هقوله أسمول بيديك مثلا مثلا هقوله orange kitten white kitten مثلا أعدى على armature مثلا أو apply armature المنظر ده حمل generate عايز تعدل عليه حاجة بتعمل edit entire promise و لما تعمل edit حيكتب لك الأمر كده كله على بعض من غير ما يكون فيه blocks دي الخاصة لأنت بتكتب جواها و هتبتدي تعدل فيها أنا هنا هقوله generate أبسط يعني prompt أمره ممكن الواحد يكتبه هنا بيديك شوية tips كده زي ما احنا شايفين آيه ادي كده زي ما احنا شايفين عاطيني صورتين أنا شايف الصورة دي أحلى لو عايز حاجة رايحة على illustration شوية ممكن تختار الصورة الأولانية ولكن بص بقى quality بتاعت الصورة وجودتها من غير background كمان و حاجة في منتهاء الجمال طب نفترض أن انت عايز تروح تعدل عليها تعمل إيه؟ بتروح تعمل edit image وتبتدي تعدل على الصورة دي وتضيف فيها اللي انت عايزه فهنا سمحلك ان انت تروح تعمل edit image حينقلك هنا على designer الشكل اللي احنا عارفينه وهنا حيسيبك تعدل بقى على الصورة لو انت عايز يعني تغير تحط filter تعمل blur background هنا مفيش عندي background هنا بديش شوية ideas لو انت عايز مثلا تعمل تختار design معين تشتغل عليه بالمنظر ده ممكن تختار design معين تشتغل عليه وهكذا الجميل كمان ان انت ممكن بقى تستخدم الموضوع ده في ايه ودلنا من وجهة نظر يعني ان انت لو عندك حاجة عايز تسوق لها product خدمة ممكن تجيب صورة لها علاقة بالproduct وتحط الproduct مثلا على اي photo editor او هنا حتى لان يعني ال designer بيتحلك ان انت ترفع صور من عندك على الجهاز وتستخدمه مثلا لو انا رح تاني هنا لmicrosoft designer في حاجات تانية كتير من حاجات اللي عجبتني برضو للحتة بتاعت الانتيريور دي الناس اللي بتبقى عايزة تصميمات لها علاقة بالانتيريور ديزاين او حتى حاجة خارجية او الدور يعني مش لازم حاجة اندور فهنا مثلا هقوله انتيريور وحقوله photo of ممكن اقوله living room وهنا a wooden disk facing a large window هنا ممكن اقوله a wooden couch facing large window soft lighting انا اخليها warm lighting dusk in a background of a rainy street background او بلش اكتب background مكتوبة we the interior بتاعي يعني has a light blue light blue wool انا هقوله plants on floor وهقوله let lamp on table table مثلا اتبديت ان انا احط اللي انا عايزة عايز تعمل edit على المتابعة اللي هو اعطيك يعني زي ما بنقول كده template بتاعه تشيل حاجات وتحط حاجات بعد كده عايز تعمل edit على الامر اعمل edit استخدم template تحط بس الحاجات بتاعتك وبعدين هتبتدي ان انت تعمل generator وحاول بقى ان انت تاخد الموضوع ده عموما بشكل عام يعني ازاي هنا بيشرح لك الطريقة اللي انت بتكتب بيها الامر تعالوا نشوف النتائج هتكون عام بس ازاي طول ما انت ماشي كده هو بينشائلك في شوية tab والله حلو قوي يعني الناس لازم توصي على الحاجات دي هو بيديك tabs ازاي تنشئ الصورة بشكل صحيح دي نتيجة الاولى نفس الحاجات اللي طلبتها نفس الحاجات اللي اعطاهوا دي wooden couch هاي هتطلق معها army chair table الزرع اللي على الارض اهو يمكن الزرع اللي على الارض هنا باين اكتر زي ما احنا شايفين بصراحة الموضوع يعني ممتاز جدا جدا lit lamp lit light lamp زي ما احنا شايفين وتقدر تعمل بعد كده بقى حتاخده تعمل download وتروح على canva روح على canva عايز تعمل create design او ادت على الامج ممكن اعمل create design مثلا نشوف كده حيوضيني على فين حيوضيني على microsoft designer هنا بيقولك ايه يقولك describe the design you like to create هقول مثلا instagram post about مثلا my interior design مثلا اي حاجة بقى انت عايزها وهنا ممكن يديك شوية حاجات تجربها لو انت عاجبك كده ال style بتاع حاجة من الحاجات دي ممكنك انت يعني similar design عشان تنتج generate similar design designs مشابه فلو عاجبك حاجة ممكنك انت تدوس عليها وتشتغل على اساسها فيه كمان الحتة بقى بتاعة edit image انت هتبتدي ان انت تعمل edit داخل designer نفسه يعني هروح كده على edit image وروح جوة designer واعمل edit زي ما شفنا قبل كده لما كنا منتكلم على bang ai او bang image creator بيودينا على designer علشان نشتغل من خلاله عندي شوية options انا شايفة انها كويسة في adjust للكلر لو انت حاسس ان الالوين شوية بحتة ممكن يعمل لك automatic adjusting معجبكش ارجع restore restore original بتاعك اختار filter من الفلاتر لو انت عندك صورة عايز تعمل blur للbackground الجزء بتاع remove background طبعا هنا مش هنعمل remove ما يكون عندك character زي مثلا عايز الbackground طب الناس هتقول لي طب هنا انا عايز صورة من عندي على الجهاز الbackground بتاع منتقى البساطة روح لمي ميديا وارفع اي صورة وابتدي انت من الديفايس بتاعك او من الفون بتاعك او من dropbox او من google photos وشيل background بتاعنا بديك idea زي ما احنا شايفين وفي هنا position لو عندك كذا حاجة وعايز تخلي حاجة ورا وحاجة قدام مثلا يعني في كذا طريقة بالposition تعدل بها في عندك replace لو انت عايز تعمل replace لحاجة معينة حتة replace ده ممكن من media او image gallery و crop image tools وكل الكلام ده موجود زي ما احنا شايفين طيب نيجي مرة ثانية نرجع نشوف ايه تانية عندنا في عندي الحتة بتاعت image creator دي موجودة عندي في الجزء المتعلق بالbing ايه مفيش حاجة جديدة في عندك sticker creator وده هنا متعلق بالstickers الناس اللي كانت تجيب بقى من على google وال copyright والكلام ده انت عمل sticker اللي انت عايزه براحة خالص هنا هتقول describe the sticker you would like فهيتلعلك بمواصفات ال sticker فتبتدي ان انت تكتب sticker اللي انت عايزه وتحصل عليه وهنا اعطيك شوية حاجات يعني example مثلا يعني هنا مثلا انا هدوس على ده هنا اعطيك تكتب ego انا هنا ممكن اقول مثلا young boy يالوهات and حلو الهيدفون دي in realistic style ويأبتدي اقول generate عايز تعدل على الكم تعدل ونشوف النتيجة تبا عملت زي ده sticker اوكي هيبقى مالوش background هنشوف مع بعض دلوقتي ده sticker زي ما احنا شايفين مثلا ده افضل واحد فيهم يعني شكل الشخص باين يعني هنا ممكن تستخدم sticker ده بالمنظر ده كده يعني منطقة البسط عايز تعدل عليه اعمل اللي انت عايز ودون زي ما عملنا بالضبط في اللي عملنا في الصور المرة اللي فاتت زي بالضبط ما عملنا في الصور تقدر تعمل design creator برضو وهي وانت وانت بتوصف الانت بتاعك في كلمات والAI بيدولك هنا ما فاش حاجة remove background دي بقى الحتة الحلوة جدا اللي هي brand cat creator انت بتستخدم AI عشان ينشئ لك brand cat logos color fonts and more تعالا مبص علي هنا generate a brand cat with AI your brand name حسمي ال brand name بتاعي بوكلت حسرد ان انا بوكي store مثلا يعني اي حاج tell us what your brand does and what emergency color scheme عايز الالوين اللي تreflect your brand يعني تعكس ال brand بتاعك حقول store and online store hook use yellow blue and white green colors two يعني ايسا 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 في كنفا كنا بنتكلم عن حتة بتاعة brand كده ان انت تقلوان معينة الخطوط المعينة اللوجو له الوين انا ما بشوف الالوين دي بفتكر ال brand يعني الحد كبير او بيعلق في ذهني ال brand معين او شفت الوين معينة خطوط معينة حاجات دي مهمة جدا جدا للناس اللي عندها brand معين وعايزة تعمل exposure وتعرف الناس بي بصو انا قلت له انا online store book فاعطاني اللوجو ودي الالوين اللي هو انشأها دي يعني مش بس الالوين اعطاني كمان مجموعة من الالوان الداخلية brown وحبتدي مسلا هنا ابص على اللوجو لو عجبني الvoice برضو نفس الموضوع educational and professional makes the customer feel like they are getting a modern experience ممكن استخدم اللوجو مثلا getting a modern experience fonts دي الفونس اللي ممكن انا استخدم ها ممكن تبتدي انت تcreate برضو بالت للالوين من هنا ممكن تروح تعمل download لللوجو والbrand card والfull brand card لو انت حابب وممكن تسيف الbrand تاعك او تسيف الكلام ده كله عندك نرجع مرة ثانية كده نبص بص في عندنا ايه الالبوم creator ده coming soon ان شاء الله لما يبقى متاح نتحدث نتحدث عنه في عندي designs for social media and more لو انت بقى عايز تروح تعمل poster يعني للانستجرام او او الال stories او الفيسبوك بوست او الاد والكلام ده كله انت بتروح تدوس عليه فلما هيديك هيديك templates خاصة مثلا بالفيسبوك اد بس خاصة بالانستجرام بس خاصة بالstories على الانستجرام بس وهكذا بيديك بيديك شوية templates وانت بتختار ما بينها وبتبتدي ان انت تشتغل عليها شبه canva بصراحة لو انت زيقتم الموجودة في canva ممكن تروح هنا اتجرب اهو نوع من انواع التنوع هيبقى حاجة كويسة جدا ايس انشئ design من اول وجديد بتروح تعمل new designs في visuals موجودة وفي fonts موجودة عندي في text تعيس تستخدم brand بتاعتك ممكن تستخدمها دي brand بتاعت البوكلت اللي انا عملتها فموجودة فلو انا بصمم posts brand cat هيساعدك جدا ان كل اللي جاي هيبقى عاكس brand بتاعك بالوانه بال fonts بتاعته بكل حاجة ده بالنسبة ل designer في ناس سألتني عن التعزيزات اللي موجودة في bing image creator bing image creator ان شاء الله بإذن الله حتكلم في الفيديو الجاي عنها انا معرفش هالمفتوحة الموضوع ده مفتوح في كل البلاد ولا لأ فبس انا هشرحه ان شاء الله المرة الجاية حواريك ازاي ان انت التعزيزات دي اللي هي بتخلي عملية production سريعة وحواريك ان انت ليك ان انت تعمل يعني تجيب تعزيزات تانية بعد ما تخلص تقدر ان انت بيسموها posts دي تقدر انك انت تعملها ازاي او تضيفها تاني ازاي او او تجين posts ازاي هنشوف مع بعض الكلام ده بإذن الله الفيديو القادم اللي هيكون صغير بإذن الله تعالى زي ما احنا متعودين دايما كل يوم خميس كده بنعمل فيديو صغير مش فيديو طويل ممكن يكون ما بيفدش كل الناس اللي موجودة يعني ممكن الناس ما تلاقيش انه مفتوح في كل يعني موضوع ان انا ازاي ازاي اعمل ازود التعزيزات او اعمل لها او تجديد ولكن ممكن تفيد بعض الناس ممكن مع الوقت يفتح الله اعلم يا ريت الناس ان شاء الله مرة جاء تكتب لي هل استفادت من الفيديو جيدة ولا لا ويارب تكونوا بتستفيدوا من كل فيديو بنقدموا على قناة كل يوم موقع جديد ويقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو بتشوفونا الاول مرة ولو كنتم من متابعين الاعزاء ما تنساش لايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة